السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنت ولمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو اللي يصلكم كله جديد نتحدث في هذا الفيديو عن لفظ حرف L باللغة الإنجليزية باللغة العربية لدينا حرف لم أو حرف L باللغة الإنجليزية لدينا حرف L له ثلاث أصوات إذا نتعلم في هذا الفيديو عن لفظ حرف L تابع معي نهاية الفيديو هناك الكثير من التمارين المتعلقة بلفظ هذا الحرف إذن هذا الفيديو مقسم إلى ثلاث أقسام أو ثلاث أجزاء الجزء الأول متى ألفظه لا الجزء الثاني متى ألفظه L يعني مفخمة والجزء الأخير بيكون متى ألفظ حرف L بيكون صامت يعني ألفظه أقتدل أنه ليس له صوت فقط يكتب لكن لا يلفظ إذن أول صوت الحرف L بيكون light L يعني L خفيفة لا نقول L بهذا الشكل لا خفيفة إذا جاءت في بداية الكلمة أو جاء بعدها حرف صوتي حرف L إذا جاء بعده I O U E A بهذا الحال ننفظه لا لا يعني خفيفة لا نقول L لا مثلا شخص يقول كيف أحفظ حرف الصوتية مثلا عندنا حرف الأو حرف الأي حرف الأي حرف الأي حرف اليو وحرف الأي إذا حرف L بعده أحد الحرف الصوتية ننفظه light L يعني L خفيفة مثلا لك لنا نقول لك إذا لا لك العادية خفيفة لا نقول لس يعني الثقيلة خفيفة لاحظ جميع هذه الكلمات تبدأ بحرف L وأيضا بعدها بيكون عندنا حرف صوتي إذا جاء حرف L في بداية الكلمة وبعد حرف صوتي بهذه الحالة نلفظ L خفيفة لا نقول L لك ينظر لاف يضحك لايك بحيرة لاند أرض لس أقل لان يتعلم لوف يحب لاند طويل لايك يحب لك لاف لايك لاند لس لاند 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 لايك إذن لتكون فائدة أكبر حاول أن تحفظ هذه الكلمات كتابة وترجمة وأيضا تعلمنا كيف ألفظ حرف L في بداية الكلمة كما قلنا نسميها light L الخفيفة إذن الصوت الثاني للفظ حرف L بيكون dark يعني مفخم L نلفظه كأنه اللسان يرجع للخلف بسقف الحلق L ويلمس سقف الحلق في النهاية لحظ L لا نقول L لحظ إذا كان خفيفة يلمس سقف الحلق عند الأسنان لكن L مفخمة كأنه الرجع لسنة للخلف L رجعه ويضغط أيضا على سقف الحلق في نهاية الصوت L لا نقول L L نصدقنا social لا نقول social 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 يعني L نقرأها مفخمة social special girl 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 لا نقول girl 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 help help لا نقول help 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 child 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 لا نقول child child إذن L بيكون مفخمة child اللسان كما قلنا يرجع للخلف ويلمس سقف الحلق في نهاية الصوت أو اصدار الصوت child child L milk milk حليب لا نقول milk milk L L milk milk لماذا كما قلنا بيكون عندنا حرف L وبعده حرف ساكن أو يكون في وسط الكلمة أو في نهاية الكلمة الكلمة إذا جاء الحرف L في نهاية الكلمة أو في وسط الكلمة أو يكون عندنا حرف ساكن بهذا الحال الفضاء المفخمة email email لا نقول email email call call لا نقول call 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 ball ball لا نقول ball ball call إذن L ball tall tall إذن نقول toll tall tall social اجتماعي special special خاص girl فتاة help يساعد child طفل milk حليب email بريد أو email call يتصل أو ينادي ball كرة tall طويل social special girl help child milk email call ball tall إذن كما قلنا نحفظ هذه الكلمات بيكون عندي رصيد أيضا من الكلمات وتعلمنا كيف ألفض حرف ال L بيكون كما قلنا نحفظ هذه الكلمات بيكون عندي رصيد أيضا من الكلمات L بعد حرف ساكنية ماذا يعني ما عدا الحرف الصوتية اللي ذكرناها بفداية الفيديو بهذا الحال ننفظها L مفخمة إذن لدينا كلمات قليلة ممكن أن تحفظ في اللغة الإنجليزية هذه الكلمات دائما تستخدم في اللغة الإنجليزية بكثرة يكون فيها حرف ال L silent لا ينفظ يعني ما في قاعدة معينة لكن عندما ترى هذه الكلمات يكون حرف ال L سايلنت صامت مثل اللاحظ O U L D الكلمات المتهية O U L D يكون حرف ال سامت مثل عندنا كود لا يقول كولد إذن L صامت لا ينفظ كود من كلمة كان كان كود ود من كلمة ويلن لكن عندنا ال L لا تنفظ ود لا نقول ولد ود شد شد يجب جاي من كلمة شام إذن شد لا نقول شلد ال L يكتب لكن لا ينفظ شد ووك ووك لاحظ الكلمات المتهية A L K A L K هذه الحالة ال L أيضا لا ينفظ ووك لا نقول ولك ووك ووك يمشي طبعا هي لسهولة اللفظ يعني سهولة لفظ الكلمة talk talk لا نقول talk 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 طب شور أو طباشير half half إذن نصف أو نصف لا نقول half half salmon 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 يعني سمك السلمون لا نقول salmon salmon فوق يوك يوك بمعنى صفار البيض إذن هذه الكلمات نحفظها حرف ال L لا يلفظ could استطاع would سوف يجب walk يمشي talk يتحدث talk طبشور أو طباشير half نصف salmon سماك السلمون فوق بمعنى قوم يوك بمعنى صفار البيض ننفذهم مرة أخيرة could could would should walk talk 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 half salmon فوق يوك كما قلنا ال L في نهاية الكلمة ننفذها L لكن إذا جاء الكلمة بعدها أو جاءت الكلمة بعدها فيها حرف صوتي عندها ننفذها L خفيفة الوحدها email لكن لا أقول email address لا email address إذا تتحول من المفخمة إلى خفيفة لأنه جاء بعدها حرف صوتي لاحظ special L لكن جاء بعدها حرف صوتي ننفذها special orange إذا تتحول من dark إلى light يعني من مفخمة إلى رقيقة أو أخف لأنه جاء بعدها حرف صوتي بهذا الشكل ننهينا درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن صوت حرف L باللغة الإنجليزية كما قلنا light L dark L حرف L يكون صامت وفي النهاية أيضا إذا كانت الكلمة منتئة بحرف L وبداية والكلمة البعضة بحرف صوتي ننفذها L خفيفة بهذا الشكل ننهينا درسنا هذا اليوم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة